عشاق القطع الالكترونية مرحبا بكم في هذا الفيديو. بدون مقدمات لنرى بماذا توصلت. اه اول شيء. هذه هدايودات زينر. مكونا من عدة حيام. هدايا هنا ستة ستة فاصلة تمانية فولد. عشرة فولد. تلاتة فاصلة تلاتة فولد. سوف اجرب احدها لتأكدي من انها تلقية قريبة. امم اتتني. سبعمائة وستة وخمسون ميلي فولد. امم هناك خطأ الماء على اي. اثنى عشرة ستة اثنان. تمانية عشرة فولد. دايودات الزينر هذه تستعمل كمرجع للجود. او في بعض الاحيان كمنظم للجود. ولكن غالبا كمرجع للجود. لانها اذا استعملت كمنظم للجود. يمكنها تحمل تيار اكثر من خمسون او او اربعون ميلي فولد. هذه القطعة. قطعتين من. اظن انها اي جي بي جي. سوف اجربها حالا. حالا. اشتركوا في القناة نعم انه مصفد لا يعطي اشارة للأي جي بي جي ولكن اقول انه مصفد لكن الشكل لكن الشكل اظن انه شكل اي جي بي جي سنجرب الآخر نفس النتيجة جيد المهم هاتين القطعتين هما هما ترانزيستور اي جي بي جي ها هما هديه دايودات مجموعة من الضيودات ومعها ومعها بعض الضيودات الزينة هما هذي هما هذي فهي ملفات ملفات او ما يسمعها الاندكتر وحاول تجربة احدها مثلا هذا الملف انها تشبه المقاومات ولكنها ملفات قيمة هذه مائتان وعشرون ميكرو هنري سوف اتأكد من ذلك تقريبا هنا يعطيني مائتان مائتان ميكرو هنري وفي الاسفل نلاحظ المقاومتها ستة فاصلة ستة وثلاثون اوم نعملت النتجة ملفات من عدة قيم هنا حشرة ميكرو هنري واحد ميكرو هنري مقاومتها وخمسون ميكرو هنري هذه هي هذه هي مدبديبات مدبديبات الكواردز هذا قيمته اربعة وعشرون ميكا هرتز يظن ان لديها قيم متعددة اربعة وعشرون اربعة وعشرون اربعة وعشرون نجو كلها اربعة وعشرون ميكا هرتز أنا هذه لا اتذكر ما اتذكر ما هذه بالضبط ولكن لبما تكون مكبير العمليات سادع لكم مرجع هنا في الشر هذة هي ثانزيستور الموسفت رقمها اي اف اي ار اف اربعة اربعة عشر سفر اربعة سوف اجربها سوف يتعرف عليها. معا. تعرف عليها. ومصفت. زيت اثنانة فاصل احدى عشر. ومصفت. اعطاني نفس نتيجة نفس القراءة التي اعطاها ترانزيستور الاي جي بي تي. نبدأ هنا لدينا نفس القيم. نفس القيم اربعة عشر سفر اربعة. اربعة عشر سفر اربعة عشر سفر اربعة عشر سفر اربعة عندي الجلب. انا ارى القطعة الأخرى. هذه هي منظمات للجود. هذه القطعة مثلا تسعة وسبعون اثنى عشر. منظم الجود لناقص اثنى عشر فولت. هذا ثمانية وسبعون سفر تسعة. يعني زائد. زائد تسعة فولت. اثنى عشر فولت. اثنى عشر فولت. خمسة فولت. اظن ان هنا لدي من اه من خمسة عشر فولت. اثنى عشر فولت. اثنى عشر فولت. اثنى عشر. قريبا. اذا اتذكر الى ما بالضبط. هنا لدي منظم الجود الام تلاتمائة وسبعة عشر. تمانية فولت. ستة. ناقص ستة. تمانية. خمسة. ناقص اه هنا لدي ناقص خمسة عشر. ناقص خمسة عشر فولت. زائد خمسة فولت. زائد تسعة. المهم. هنا مدلة دولة هنا. هذه هي اوبتو. اوبتو كوبلر. او فوتو كوبلر. وهي قطع الكترونية اه تساعد على عزل 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 الدارة الكهربائية عن بعضها بعد. مثلا عزل دارة كهربائية عن عن الجهد عن عن التيار العمومي مثلا. وهي مكونة من دايود. دايود اه. دايود ضوئية. وحساسة للدوء. اذا اشتعلت الدايود الحساسة للدوء تقوم بغلق غلق الضارة. رقمها هو. ام او سي تلاتون تلاتة وستون. وهي تقريبا نفسها. نفس الرقم. مجيد. تقريبا هذا كل شيء. اما العلبة موالية. اجل. هذه الشاشة لادهار النص. ادهار الحروف والارقام والرموز. لما اذكر فهي مكونة من سطرين. سطرين وستة عشرة. ستة عشرة رقم. ام هنا. هنا لدي دارة للت. انها متدة. ام. هذه الدارة. اه تمكن من التواصل مع الشاشة عن طريق اربعة اسلاك. لانه يمكن ربطها مباشرة بدون هذه الدارة مع الاردوينو. ذلك من خلال واحد اتنى ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة عشرة سلك. اذا اردت اذا اردتها توصلها مع الاردوينو مباشرة تحتاج الى ستة عشر سلك او اقل. بفضل هذه الدارة هنا. ممكن توصلها فقط باربعة اسلاك. وهذا جيد. هذا كل شيء في هذا الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو قد اعجبكم. ونلتقي في فيديو اخر. اشتركوا في القناة